السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقاتكم خوتي أخواتي يا ربي تكونوا بخير جمعة مباركة على الجميع رجعنا اليوم بفيديو خوتي كين واحد سؤال يعني من واحد الأخ سعودي سؤاله يقول وعلاش أنتم يا أهل الجزائر لماذا أنتم أهل الجزائر تكرهونا وتسبونا وتكنوا حقد وبغض يعني للسعودية هذا هو السؤال وانا رح نجاوب لأخ شوف أخي الكريم احنا كجزائريين ما عنا ولا مشكل مع سعودية لا من قريب ولا من بعيد ما عنا حتى مشكل مع السعودية الجزائري أصلا ما كانش واحد جزائري يحب المملكة العربية السعودية يعني عفوا ما كانش يعني إنسان يحب بلاد الحرامين ويحب إنه يعيش ويستقر بالمملكة العربية السعودية قد الجزائري وما كانش واحد يحب يلتزم بدينه ويحب يطلب بالعلم ويحب يتبع السنة وغير على دينه وغيره على السنة قد الجزائري وكثير من الناس يعني عملوا تشويش وشعب الجزائر مفرنش مفرنس شعب الجزائر تارك دينو شعب الزجائر وشعب الجزائر وشعب الجزائر وشعب الجزائر يعني يا أخي الكريم يعني في ناس تذكر له بلاد الحرامين أو المدينة أو مكة عينيه تدمى في ناس لما تخرج السعودية في التلفزيون معالم أو أماكن مقدسة أو هك القلب تلقاه يرتعش من داخل يعني الإنسان ما يقيسش على شردمة أو فرد أو اثنين يعمم ويقول أنتم أهل الجزائر ليش تكرهون السعودية زي ما قلت لك احنا ما نكره ولا جنسية ولا عرق ولا يعني واحد سبحان الله لا أداك ما عليش حتى لو كان ما وصلتنيش بالخير على الأقل ما قاديتنيش ليش أنا علشنا نكرهك ما لها حتى سبب إذا كان في التاريخ تاريخ ما شاء الله شيوخنا وشيوخ هنا للسعودية يعني تمدرسوا وكانوا في مدارس وحدة وتعلموا عن شيوخ عند شيوخ يعني نفس الشيوخ نفس العلماء اللي طلقوا منهم العلم يعني ما عندنا حتى اختلاف لا اختلاف الحمد لله لا اختلاف سياسي ولا اختلاف ديني ولا اختلاف عرقي ولا أي شيء أصلاً حتى الدقق في ملامحنا والدقق في ملامح السعوديين يعني ما ناش بعادة يعني في الوجه ولا في الجسم ولا متقاربين بصفة رهيبة وكذلك شعوب دونس وشعوب المغرب يعني إحنا من أنتم منا وإحنا منكم يعني إحنا إحنا تاني أنتم أحفاد الصحابة أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفاد الأشراف وإحنا تاني يعني إحنا تاني شكون يدخل يعني الإسلام لمنطقة شمال إفريقيا يعني للأخر الصحابة والفاتحين يعني لنا لنا صلة قرابة ولينا يعني اللي متخصص في التاريخ وفي الأصول يخرجهم لك الحقائق قدوم يعني نشتمو ولا نهينو ولا نحقد ونحايا على أهلنا يعني رأنا أهل الحمد لله يا ربي يعني جينا جيت أنا أنا إنسان نتكلم عن نفسي جيت هنا للسعودية يعني ما شاء الله تبارك الله ما لقيتش صعوبة في الاندماج في المجتمع السعودي ما لقيت ما عندي مشكلة ولا يوم وقعت لي مشكلة مع سعودي وإن شاء الله يا ربي هادي نشوف فيها يعني ما يعني شرف وفخر يعني إنسان وين يحط روحه يلقى روحه إنسان يحط روحه في العزة يتعز يحط روحه في المهانة يتدل ويرخص وإنسان وإنسان المشكلة إذا حط نفسه في الرخص وفي المهانة يرخص حتى قدام باب داره مش في الغربة قدام باب داره يدي الرخص فأخي السائل الأخ سعودي أي واحد يتوجه للسعودية بسب ولا شتم ولا اتهامات ولا أي حاجة يعني من اللي يتعكر المزاج ولا من الحاجة اللي يتحسس الإنسان بالإهانة هذا لا يمثل أهل الجزائر ولا يمثل الشعب الجزائري من الآخر هذا لا يمثل إلا نفسه وعندنا واحد المتدل إحنا في الجزائر يقول لك اللي ملحقش على العنب يقول قارس يعني لما مقدرش يعني أنه يقدر يعيش في السعودية ولا يوصل للسعودية ولا للإمارات ولا القطر ولا لا يخرج فيها السلبيات وفيهم وعليهم وفيهم 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 وهذا إنسان أصلا يعني لو كان جاء عنده ضرة إيمان في قلبه يعني ما يتوجهش يعني بسبب ولا شتم ولا إتهام بالباطل ولا شيء نحن شعوب عربية شعوب مسلمة نكنوا البعض كل الود والاحترام إذا احتجنا بعض رح نلاقيه بعض نكونوا يد واحدة دايما ندعو لعدم التفرقة والبعد والتفرقة واللحمة أنا مش نقصين شاتات ولا أصلا يعني الأمة العربية والمسلمة حالها أصبح يعلم به الله ربنا سبحانه وتعال ونزيد وإحنا فوق هذا الشي كامل نزيد وإحنا بالحاجات هذه أصلاح فاللي غلطت معك ولا سبك يعني هو يتحمل مسؤوليته أنا غلطت معي واحد سعودي ما نقدرش أنا نقول السعوديين وأهل السعودية يشتمو في الجزائر ويشتموني لا هذا يمثل نفسه هذا يمثل إلا نفسه أنتم خاوتنا وحبابنا وعلى رأسنا وفي عينينا زي ما نحن تحطينا فوق الراس وتحطينا في العين ويعني وصانونا وما خلفوش معنا بأي حاجة ومشاوا معنا يعني بما يرضي الله إحنا ثاني زي المراية الجزائر يا أخوي زي المراية تعاملوا حلو رح يعاملك حلو زي ما يقول لك الهندي تمشي معاه سيدا يعطيك عينية تدخله بالطرق الملتوية ولا تحب تجيه من فوق ولا تحب أنك تعمل عليها عقلية هي ما ما تمشيش معاه باين أخوي رح تشوف منه إلا الحاجة اللي ما تعجبك وكذلك احنا والجيران والجيران حتى مع أخوك يحصل في البيت للحاجة هذه والاختلاف مشعيب إذا اختلفنا على حاجة علمية على حاجة دينية على حاجة كده الاختلاف مشعيب بارك ما نجاوزوش الخطوط هذيك يعني اللي تقلل من احترام الناس ولا اللي تقادي الناس بفيهم بلسانك أو بيدك أو حتى بتعبيرك هذا مكان يا ربي نكون قدرت نوصل لك الفكرة ويا ربي تكون فهمتني يا أخويا العزيز ومرحبا بيك معنا هنا وراك مع أخوتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونتم في رأيه الله